تنظيف الشوارع ورفع النفايات التي باتت تأرق المواطنة ليلاً ونهاراً بسبب تراكمها وانبعاث الروائح الكريهة منها هذا بالإضافة إلى الأوبئة والأمراض نتيجة عنها هذا هو هدف الحملة التطوعية لإغاثة المناطق في البصرة الفيحاء المنكوبة بكل أشكال التلوث بلدية البصرة وبالتعاون مع مشروع تكامل نظمت حملة خاصة لتنظيف مختلف مناطق المحافظة انطلقت المرحلة الأولى منها فشملت منطقة كوت الحجاج التي يعاني سكانها من تراكم النفايات وشح المياه من أجل إنشاء منطقة نموذجية بمركز مدينة البصرة والجزء الأهم في الحملة هو التوعية المجتمعية منطقة نموذجية في مركز مدينة البصرة تشمل كثير من الجهود والأعمال والنشاطات من حدها كنس الشوارع رفع النفايات وغسل الشوارع وإضافة إلى رفع الأنقاض والجزء المهم في هذه الحملة هي التوعية المجتمعية التي ستأخذ جهد كبير من هذه الحملة لزيادة الوعي لدى المواطنين في موضوع رفع النفايات مواقع رفع النفايات أماكن رفع النفايات بهذه الأماكن والتوقيتات لكي نخرج بمنطقة نموذجية إن شاء الله تتكرر في مواقع أخرى التجربة الجديدة بحسب القائمين عليها غياتها إنشاء منطقة نموذجية على الاعتبار أن أكدى صنفايات المتواجدة في كوت الحجاج أكثر من أي مكان آخر وبالتالي فإن الأمر برمته يعتمد على المواطن نفسه فهو من ينجح التجربة أو يحبطها منطقة كوت الحجاج إنموذجة فيما إذا نجحت الحملة في منطقة كوت الحجاج تطبق في بقية المناطق قمنا باستبيان قبلي للمنطقة وصورنا المناطق التي تتكدس فيها النفايات وحاولنا أن نوزع على المواد إعلانية للمواطنين وملسقات جدارية لتوعية المواطنين حول رمي النفايات في أماكنها المخصصة لها وتغيير سلوك المواطن للتعاون مع بلدية البصرة في رمي النفايات من الأماكن المخصصة لها وبالفعل حدث ذلك واليوم جاءت الحملة بالشكل الفعلي تستمر الحملة لمدة عشرة أيام بجمع النفايات مع كادر بلدية البصرة ثم تبقى حوالي 15 شهرين للمتابعة لمدى تعاون المواطنين مع هذه الحملة وتقييم المواطنين إلى نجحت الحملة ستكون الحملة لمدة أسبوع وسيكون قسم شؤون المواطنين متعاوناً مع هذه الحملة لأنه هو الرافد الرئيسي حالياً في البصرة لخدمة المواطن من ناحية الخدمية النظافة مسؤولية الجميع وهي الصورة الحضارية التي تحكس وجه المجتمع ومدى تقدمه وتطوره فهي سلوك مكتسب نتعلمه من بيوتنا وهذه البرامج تعزز هذا السلوك لدى جميع فئة المجتمع لكن الدور الحكومي لا يجدي نفعاً لوحده ما يحتم على الجميع تضافر الجهود لنحكس جمالية مجتمعنا وقيم ديننا السمحة ترجمة نانسي قنقر